يا دلال ديري بالك على الولاد هنا دفن عبد الحميد اليوسف مستقبله هو انسان بسيط كما كل السوريين تزوج من دلال التي انجبت له آية واحمد حلم يوما بان يكون له عائلة فكانت بدل كل ما بوسعه لتكبر العائلة بلغ عمر طفليه التوأم شهورا تسعة وفي صباح الرابع من نيسان 2017 ضغط طيار مجرم على زر اطلاق صاروخ محمل بغاز السارين السام ليضرب مدينة خانشيخون فانقطع نفس اكثر من مئة انسان كان يعيش هناك وفارق الحياة قتلت عائلة عبد الحميد واخوته واولاد اخوته وكثير كثير كان لنا وقفه مع عبد الحميد تحدث بدموعه لنا عما جرى ممكن تحكي لنا التفاصيل شو اللي صار معكن من اول الحادسة في الساعة سبعة الا تلت في الزبط كنا نايمين كانت العالمي كلها نايمي تقريبا فقد عصوت الضربة عن ضربة حد بيتي اول ضربة شلت اولاد التوأم انا وزوجتي كنا هون استصح يعني بس مانا خبر انه في سارين او شيء او غاز او اي اشي من هي كانت ضربة جوية هي طبعا ضربة جوية لحقاتها بعد بخمس دقائق ضربة تاني طلعت هيك هي بيت اهلي قريب علي انا كمان طلعت ولدت ضربة عند بيت اهلي بعد بخمس دقائق في الزبط كمان رجعت ضربة ضربة عند قرأي بنا عم بيت عمي كمان فعنا ما عاد اعرف شو بدي سوي عطيت ولادي لزوجتي انا يتقبلون استشهدوا بس استنلون كانوا طيبين قلتلوا روحوا انا راح احاول احسن اصحي فقدر عدد ممكن من العالم مشيت هم ما كان في ايشين اول ما مشيت لعن جيراننا كانوا هوني كلهم منهارين هون بلش الغاز السارين ياخد مفعوله حطيت عيدي كمامي شوي وصرت تشيل معاه هون هون عرفتوا انه غاز سارين موقع صف عادي انا هون عرفت بس ما عاد احسن ارجع لهم انه هذا غاز سارين بدي اسعف عالم ما عاد احسن ارجع لعند اولادي شيلت عالم اسعفت اول دفعة ومشيت بسيارة راح بدي روح وصل عند دار اهلي وصلت لعند بيت اهلي اول ما وصلت شفت اخوي الكبير ياسير اللي يتقبلوا مستشهد هو كان بدي اسعف ابنه صغير عمار كمان استشهد يعني ياسر هو عم حاول اسعف عمار عم حاول اسعف عمار استشهد عمار استشهد هو اياه فوق بعضهم اطلعت لروح جيب كيف حرفت انه مستشهد يعمل فرقين زباد عبي طلع من تمو ناقب ومزرقين كتير قلت بدي حاول عائلتي كلها فوق اسع اطلعت لروح شوف اخوي عبد كريم لقيته كمان مستشهد فيه بنت اختي وفيه ابن اخويه كمان ابن اخويه ياسير كمان حمودي طلع احمد راح يشوفه طلع لقاء كمان مستشهد بالارض كان خالص فيه اربع خمس عباب بيتنا كمان كلياتهم كانوا هون هدون كلاتهم خالصين مستشهدين كلياتهم صرنا هون نحس انه هون عبي اخد مفعول ومزبوط كلمة واح يمشي عاشد خطوات يوقع ما عاد لعنا متحسين تسعيف انا ماضر غير بنت اخويه الوحي دي بنت اختي مدي صعفة ما عاد حسين شلتا 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 عند الباب وقعتنا يا استشهدت عدنو دعشي روني انا ما عاد في اخذونا على المشفى انا وهون كانت معظم الناس كلها تتمشي وتوقع تحالي مقساويه ما حد يحسين يسعي في التامي اخذونا على المشفى احو اربع ساعات او خمس ساعات للظبط ما بعرف سألتهم وين عيلتي انا وين اهلي عاروا لي كلهم بخير رجعت والله طلعتهم الله يرحمون ويتقبلوني يا رب كل تأكيد يعني الله يكون بعناك و ما في حكي نحكى اه درش على تركيل هذا حرفي عيب من صرع عندك اليوم يدعش هوي وولاده وامه واخواته عيني وهدي كاملي استشهدوا نوهاد ومرته وابنته بالارض الأستاذ اللغة العربية ناس الخالد زوجته واخوه وولاده في الارض ابن عم إبراهيم بالارض أسعفت مرته الحمد لله لحظ شالوه ابن أخوه استشهد ما أحسنت كافي رين كل الشي نهرت نهرت على الأخير ما أحسنت كافي على الأخير الحارة كلها استشهدت أربع أولاد مع زوجتي وأطفالي التوأم كنت أنا مسعفهم عساس مؤمن عليهم نازين على الملجأ يا روحي وما حدا دريان فيهم عندما رجعت لحظت على الألون الملجأ الرجعوا طرعوا ومستشهدين كلهم يعني أطفال كل أطفال ما استحميل يعني أنا الوحيد يمكن اللي نفذت بس أشو زنبونا دولي يعني ليش ليش ضربونا الغاز السارين ليش معرفت ليش معرفت أيوشي عمدت يا روحي والله في حياتي في أحد من أحدنا أرملي عند أربع أولاد بد حط أولاده عندي استشهدوا مع أولاده كمان أكبر ولد عمر فيهم 12 سنين 10 سنين سشهدوا مع أولاده كمان أحد دري فيهم كلهم أولاد أطفال كلهم ماتهم خنق بس لو أفهم شو هو السبب اللي هو السبب الوحيد بس هو اللي يش ضربونا الغاز المسلم السام هات أش عملونه هادول أش عملونه هادول في دولي في العالم بتحسن تعطينا سبب مقنع واحد عن قتل أطفال بس السبب المقنع الواحد بس أنه هن أطفال يعني بس قولنا نحن نسوريين بس سبب واحد بس يعطوني سبب مقنع واحد ما بد شي الله يتقبلون راحوا استشهدوا كله ياتول ممكن يعني أنه هو عم يقصف مشان يحاول يهجر أكبر قدر ممكن من السوريين مثل محاصر بالغوطة وبالوعر ممكن ممكن تترك أرضك بعد اللي صار ليش لاح تترك أرضي أنا 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 تترك أرضي أنه احنا خلقنا مشاها الأرض وما منموت غير فيها وخلي يجي هوي وأوروبا وغاز السارين تبعوا يخلي نفسه عشر مرات بإذن الله باقين باقين بإذن الله بإذن الله باقين صح أدموها أنا أدموها أنا مشان أطفالي أخواتي أولاد أخواتي ولكن بإذن الله باقين والله العظيم والله العظيم نزدت قوي نزدت قوي ونزدت إيمان وصبر وإلا الله بإعلن فيه والله العظيم فشروا والله العظيم زدنا قوي وقسم بالله زدنا قوي وقسم بالله زدنا قوي والقادم عظم بإذن الله بيشوفه بيعينه تتوقع ثورة راح تنتصر الثورة اللي ضحيت فيها بولادك أو بكل شي بكل شي بحياتك تتوقع هي راح تنتصر بإذن الله هي اللي راح تنتصر بإذن الله قدمنا تير والقليل إخوانا في الغوطة قدموا شهداء أكتر مننا بالمجزرة وحدة أربعة آلاف شخص نحن ميميتين والله ما بعض الان العدد من عائلتنا الحمد لله رب العالمين بس منتصرين ويسابتين ومحتسبين بإذن الله الله عز وجل أنا كتير بتشكرك عبد الحميد وآسف كتير إنه تعبتك وإلا يتقبلون ويرحمون يا رب وإن شاء الله عز وجل سبقوك للجنة وإن شاء الله تضحياتهم ما راح تروح على الفاضي وبالنهاية المجرم راح يكون اللي يوم بإذن الله ألف شكر إليك عبد الحميد والله يرحمون ويتقبلون يا رب كلمات عبد الحميد كانت كافية لشرح تفاصيل الجريمة التي حصلت في خان شيخون رسائله أيضا كانت واضحة لكل العالم للشعوب العالم ولرؤسائها ولكل المجتمع الدولي فأتمنى أن تجد هذه الكلمات جواب نلقاكم على خير